موسيقى صباح الخير زيكم عاملين اخباركم هي يارب تكونوا بخير جمعة مباركة عليكم وعلى جميع المسلمين ان شاء الله طبعا مبارح تلعب مباراتين من مبارات الدور الممتاز اه مقدرتش هطلع معكم مبارح بصراحة تعبان اه النهاردة اقول لكم النتائج اللي حصلت هو المبارح البنك الاهلي انهزم من فريق طلاق على الجيش بهدفين مقابل لاشيء احرز لفريق طلاق على الجيش احمد سمير من ضرب الجزاء بعد اللجوء للفار الحمد لله الفار مبارح اشتغل طبعا زي ما احنا عارفين عند الاهلي بس بيكون مفيش فار والهدف التاني احرزه عمر جمال من خطأ دفاع من فريق البنك الاهلي كده فريق طلاق على الجيش بدأ خلاص يفوق ويركع للمقدمة من تاني ودخل في وسط الدوري فريق البنك الاهلي كده نتائجه بدأت تتهز شوية طبعا كابتن محمد يوسف ما شاء الله يوم مطش الاهلي بس كان بيلعب بخطة دفاع محكمة ولكن قدام الفرق التانية مفتوح من وراء ومن قدام ما فيش اي مشكلة المباراة التانية بين الزمالك والمقاصة الزمالك بيكتسح المقاصة باربع اهداف مقابل هدف بارح الزمالك كان بيلعب على جون واحد طبعا اللي احرز هدف الزمالك يوسف اوباما هدفين وبن شارك هدفين واحرز هدف مروان حمدي هدف المقاصة زي ما بقول لكم بارح الزمالك خلق مليون فرصة المقاصة كان بيلعب جيم مفتوح مفتوح على الاخر مفتوح على البحري كابتن اهاب جنال بسم الله ما شاء الله مبارح يعني كان عامل خطة هجومية ممتازة جدا واصفرت عن اربع اهداف لفريق الزمالك طبعا مبروك للزمالك مبروك لجماهير الزمالك على الفوز ان شاء الله باذن الله كده الاهل بدأ يفكر خلاص في مباراة الدحيل وبس لما يرجع ان شاء الله من قطر باذن الله ويلعب مطش المريخ السوداني بعد كده نفكر في تكملة الدوري الممتاز ونشوف ايه المطشوات اللي هتبقى متأجلة لنا باذن الله اه ان شاء الله النهاردة فيه تلات مطشوات ها يتلعبوا المطش الاول هيكون ما بين اه وادي دجلة واسوان والمطش التاني سيراميكا وجونة مطش جميل جدا وهيكون اه قوي وندي للغاية المطشين الدول هيكونوا الساعة اتنين ونص بتوقيت مصر يعني اربعة ونص بتوقيت الامارات اه واحدة ونص توقيت تونس والمغرب والجزائر اه المطش التالت هيكون ما بين الانتاج الحربي والمصري طبعا المصري فاي وداخل علاء المربع الزهبي والانتاج الحربي اه اخر مطش طبعا مغلوب ونتاجه سلبية ولسه بداية مشوار مع الكابتن حمادة صدقي اه اه اتمنى ان شاء الله ان انتوا تستمتعوا النهاردة بمباراة اليوم واتمنى ان انتوا تدعوا للنادي الاهلي ان شاء الله مطش الدحيل القطري هيكون يوم الخميس الجاي بازن الله اه ان شاء الله هنتكلموا على المباراة دي باستفادة وبازن الله النادي الاهلي اه شرفنا في كأس العالم قندية ونبدأها بخطوة الدحيل بازن الله وتكون اه خطوة من الخطوات العالمية اللي الاهلي اه سطرها قبل كده وفي الختام احلى سلام